مستمعات الكريماتي ومستمعي الكرام متابعي إذاتي أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الاثنين السابع من سبتمبر كما عودناكم مستمعات الكريماتي ومستمعي الكرام نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار وضمن برامجنا الاحتفالية بمناسبة ذكرى الفاتح من سبتمبر نقدم لكم برنامجا خاصا حول هذه الذكرى الوطنية المجيدة عاقبة نشرة الأخبار ضمن برنامج تعليق على الحدثة قبل ذلك أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عن هوينها جيبوتي تعلن عن عزمها إنشاء منطقة صناعية حرة بقيمة أربع مليارات دولار اتفاق بين رئيس الوزراء السوداني وعبدالعزيز الحلو على استمرار التفاوض تصريحات إيثوبية بشأن عادة مهاجرين إيثوبيين إلى بلادهم من السعودية كانت مستماعات الكريمات ومستماعي الكرام تلكم عنوين النشرة وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا إذاعة إيرينا صوت مستقل لإريتريا أعلن الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر قيلي عزم بلاده إنشاء منطقة صناعية وتجارية حرة في ميناء دامرقوك جاء إعلان الرئيس الجيبوتي يوم أول من أمس أثناء احتفال تتشين المنطقة الصناعية وبحضور مسؤولين كبار في الدولة وعضاء سلك الدبلوماسي المتمدين في البلاد ومن المتوقع أن يجتمل المشروع على مصانع لإنتاج الأسمنت والحديد والبلاستيك ومصانع لتعليب الأسماك بالإضافة إلى خدمات اجتماعية تضم فنادق ومكاتب وأماكن ترفيه وتقدر القيمة الإجمالية للمشروع بأربعة مليارات دولار ويؤكد خبراء اقتصادي بأن المشروع والذي يضم أيضا منطقة تجارية حرة سوف يقدم خدمات كبيرة لإيثوبيا التي تعتمد على جيبوتي بنسبة 95% من جملة الصادر والوارد لديها وكانت حكومتا كل من إيثوبيا وجيبوتي قد عقدتا عدة جولات من المفاوضات حول تمرير النفط الوارد عبر إيثوبيا إلى إيثوبيا عبر أنابيب تمتد من منطقة دامر جوك إلى الداخل الإيثوبي وتعد خطة المشروع الاقتصادي من حيث القيمة من المشاريع الاقتصادية الكبيرة في القرن الأفريقي ذكرت وكالة السودان للأنباء بأن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوق التقى يوم الجمعة الماضي في أدس أبب عبدالعزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية الشمال واتفق معه على مواصلة التفاوض بين الجانبين عبر منبر جوبا والإشادة بدور الشركاء الأغليمين والدوليين في إنجاح المفاوضات وغر الجانبين وضع خارطة طريق تحدد منهجية التفاوض والاتفاق على إقامة ورش تفاوض غير رسمية من الجانبين لمناقشة القضايا الخلافية المطروحة للتفاوض كإشكالية العلاقة بين الدين والدولة وحق تقرير المصير بغية الوصول إلى فهم مشترك يسهل من مهمة فريق التفاوض الرسمي واتفق الجانبان كذلك في بيان مشترك عقب اللقاء على وضع خارطة طريق للتفاوض ومناقشات القضايا الخلافية بين الجانبين عبر لجان المشتركة ووضع جدول زمني لمسار التفاوض الذي اتفق الطرفان أن يكون الاتفاق فيه منزما للطرفين وهجاء هذا الاختراق بعد أسبوع على توقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال جناح مالك عقر نقلت البي بي سي في خبر لها من أديس أبابا بأن وزارة الخارجية لثبية أعلنت أنها ستبدأ إعادة ألفين مهاجر تقطعت بهم السبل في السعودية ابتداء من الأسبوع المقبل ويأتي هذا الإعلان بعد أن ذكرت صحيفة الديل تيليغراف البريطانية أن مئات إن لم يكن الآلاف من المهاجرين الإيثوبين قد تم احتجازهم في ظروف صعبة في مراكز الاحتجاز السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا وفضت أن الظروف كانت مروعة لدرجة أن الناس كانوا يموتون بسبب ضربة الشمس أو المرض أو الانتحار وذكرت الصحيفة أن وثيقة مسربة بختمة القنصلية في جدة حذرت الإيثوبين من التدعيات الغانونية إذا استمروا في تحميل الصور ومقاطع الفيديو من مراكز الاحتجاز على مواقع التواصل الاجتماعي ونفت وزارة الخارجية أنها رفضت مساعدة المهاجرين الذين انتقطعت بهم السبل لكنها قالت أنها مقيدة بالموارد وألقت باللوم على تجار البشر في محنة المهاجرين وكانت مواقع التواصل الاجتماعية قد نشرت رسالة للدكتور دابرسين حاكم غليم تيجراي يخاطف فيها العهلة السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ويتهم الحكومة الإيثوبية بتجاهل أزمتهم ولم تؤكد مصادر ثالث صحة الوثيقة المتداولة على المواقع الإلكترونية المختلفة بهذا الخبر من عاديس أبابا مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام نكون وياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم وهذا تذكير بأبرز عنوينها جوبوتي تعلن عن عزمها إنشاء منطقة صناعية حرة بقيمة أربعة مليارات دولار اتفاق بين رئيس الوزراء السوداني وعبدالعزيز الحلو على استمرار التفاوض بين الجانبين وأخيرا تصريحات إيثوبية بشأن عادة مهاجرين إيثوبيين إلى بلادهم من السعودية كانت مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تلكم نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة أرينا متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا المسمعات الكريمات والمسمعين الكرام هذا فتحي عثمان يحييكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث وفي حلقة اليوم وكما وعدناكم سوف نقدم برنامجا خاصا عن الذكرى التاسعة والخمسين لانطلاقة شرارة الكفاح المسلح في الأول من سبتمبر والذي صادف يوم الثلاثاء الماضي ويأتي هذا البرنامج ضمن البرامج التي تقدمها إذاعة أرينا بهذه المناسبة الوطنية العظيمة ونود أن نلفت نظر المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام بأننا في هذا البرنامج والبرامج الأخرى سوف نخرج عن المألوف والذي اعتدنا عليه في هذه المناسبة الوطنية المجهدة حيث تمجد المناسبة ورموزها ويعاد اجترار أهميتها في التاريخ الإيرتري وما حققه الفاتح من سبتمبر للشعب الإيرتري وعظمة الثورة الإيرترية والتضحيات التي بذلت فيها نحن لا نقلل من الدور التاريخي لثوار وثائرات إيرتريا الأطال الذين ضربوا أمثلة رائعة للبطولة والفداء والشجاعة في أطول نضال تشهدها أفريقيا والعالم من أجل الحرية والإنعتاق نفس هذه التضحيات التي أدت إلى ظهور أسوأ نظام ديكتاتوري في القارة الأفريقية على الإطلاق ونحاول في هذا البرنامج المساهمة في طرح السؤال كيف تنتهي بطولات الشعب الإيرتري وثوريته إلى الدكتاتورية وذلك عبر تقديم مقالين بهذا الخصوص الأول للأستاذ جمال همت صاحب ومؤسس موقع عدوليس الإخباري الألكتروني وهو تحت عنوان الذكرى التاسعة والخمسين لثورة الإيرترية المسجدة في زمن التحولات العاصفة أما المقال الثاني فهو تحت عنوان خيان الثورة وهو مقال لفتح عثمان نشرف في الأصل باللغة الإنجليزية على موقع ذاعة إيرينا وترجمته ونشرته صحيفة السياسي السودانية بالتزامن مع موقع عدوليس الإلكتروني والمقالين يطالبان بعادة النظر في تاريخنا واحتفالنا بذكرى سبتمبر المجيدة متابعة طيبة أرجوها لكم فأهلا وسهلا بكم مجددا هذه إذاعة إيرينا الذكرى التاسعة والخمسين للثورة الإيرترية المجيدة في زمن التحولات العاصفة جمال همد بعيدا عن الكليشيهات المعروفة والمقرورة والمفردات الاحتفالية والتي دائما ما تنتهي مفاعلها بانتهاء المهرجان تحاول هذه المقالة المتواضعة أن تحتفي بذكرى انطلاقة الثورة الإيرترية ذكرى الطليعة الباسلة التي أطلقت الرصاصات الأولى وإعلان جبهة التحرير الإيرترية وقوافل الشهداء والشهدات في كل جيوش التحرير لفصائل الثورة الإيرترية في مسيرة استمرت لثلاثة عقود لماذا انتهت حرب التحرر الوطني إلى من انتهت إليه والتي يمكن وصفها بالمخيبة للآمال ولماذا استمرار وقوع الحكم ودعاة التغيير تحت براث تاريخ الصراع في مرحلة التحرر الوطني بهذا السؤال المصلي والمركب أبتدر مقالي وأنا سلفا أنه شديد الصعوبة ومع ذلك لا أملك سوى الذهاب صوب المغامرات للإجابة على هذا السؤال المعقد والمركب نحتاج لقراءة فاحصة وبحوث متأنية وواعية بعيدا عن الأسلوب السطحي والسياسي السائد والذي يستهدف التعبئة اليومية وحاجة اليومي التي تحفل بها المقالات والخطب السياسية وبيانات التنظيمات السياسية ومع أن هذا المقال لا يستطيع الإحاطة بالإجابة من كل جوانبها لكنه يطرح أسئلة أكثر مما يجيب وكما يحاول تحريك المياه في البرك الآسنة والدوائر المغلقة التي تكتنف المشهد السياسي العام خاصة في ساحة المقاومة الإيرترية فصائل وأحزاب وتنظيمات وتحالفات وجماعات مدنية وأفراد إذاعة إيرينا صوت مستقل لإيرترية ويواصل الأستاذ جمال همد مقاله بالقول ابتداء يجب أن نلاحظ أن النتيجة التي انتهت إليها الثورة الإيرترية قد انتهت إليها الكثير من الثورات التحررية في فيتنام وكمبوديا وآسيا وموزنبيق وأفريقيا هذا على سبيل المثال للحصر وذات النتيجة التي خلصت إليها الإنقلابات العسكرية في المنطقة العربية والتي تدثرت بشعارات التغيير والتحرر وتسربلت بالأديولوجيا الثورية ماركسية كانت أو قومية وانتهت كلها إلى جحيم حكم الفرد والديكتاتورية تكتفي كل الكتابات التي تحاول الإجابة على السؤال السابق بتحميل قيادة الجبهة الشعبية لتحرير إليترية والرئيس إسياس أفورقي وزر ما آلت إليه حالة البلاد والعباد وهذا أمر هين ومريح إلا أنه لا يعطي إجابة ذلك لأنه يبتعد عن الأسباب وبالتالي أن هذه الإجابة المريحة سرعان ما يذهب بها الريح ذلك أنها تتجاهل تاريخ الصراع في مرحلة التحرر الوطني وتبتعد عن تفكي كل المشهد ووضعه فوق الطاولة بحثا عن إجابة شافية للخروج من هذا الوضع المأزوم أن الحالة المرضية التي يعيشها البلد الصغير قليل السكان ويجاير الجهة الغربية للبحر الأحمر بأطول شاطئ لم تكن نتيجة لسياسات الجبهة الشعبية دون غيرها بل هي حالة تراكم كمي معقد لمشكلات مرحلة التحرر الوطني خلال العقود الثلاثة من عمر الكفاح المسلح والتي آلت إلى هذه الحالة المأزومة التي يعيشها الشعب الإيرتري اليوم وهذا لا يعني أنني أبرر لسياسات قيادات الجبهة الشعبية وبالتحديد الجهاز البوليسي الذي كان ولا يزال يسيطر في الجبهة الشعبية بنسخ متعددة من أجهزة القمع إبان مرحلة التحرر الوطني ووصل ذروته بعد الاستغلال لكن أشير فقط أن تحمل الدكتاتور إيسياس أفورقي المسئولية تعني قراءة غير كاملة ومجتزعة للواقع لازلتم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تستمعون وضمن برنامج تعليق على الحدث لمقال الأستاذ جمال همت تحت عنوان الذكرى التاسعة والخمسين لثورة الإيرترية المجيدة في زمان التحولات العاصفة ويضيف الأستاذ جمال قائلا ولذلك نحتاج إلى قراءة فاحصة للسنوات الأولى وأشكال الصراع بين مناضل الثورة وأسباب ذلك وترائق الشحن والتعبئة في أوساط المناضلين لجرهم للإنحياز إلى هذا الطرف أو ذلك وما أفرزه ذلك من استغفافات واختتال ضمن قوى الثورة وعلاقة ذلك بالانقسام المجتمعي في أربعينات وخمسينات القرن الماضي وتداعياته بعد ذلك في مرحلة الكفاح المسلح وما بعدها وحتى الآن كما نحتاج بشكل خاص دراسة تاريخ جبهة التحليل الإيرترية 1960-1981 دون الوقوع في براثن النوستالجيا كما هو الحال في معظم الكتابات التمجيدية أو تلك التي تخون وتحمل الآخر وتبرئ الذات ويمكن الإشارة هنا لعدد من الكتب التي صدرت في العقدين الماضيين من قيادات عسكرية ومدنية في جبهة التحرير الإيرترية وكذلك تاريخ قوات التحرير الشعبية منذ مؤتمر سدها إلى التحالفي مرورا بالانقسام وبروز الجبهة الشعبية بمركزيتها الشديدة الصرامة وإيدالوجيتها اليسارية التي تستند على تجارب الثورة الكمبودية وأفكار أنور خوجة والجنرال ستالين في الاتحاد السوفيتي ما نحتاجه هو دراسة مراحل الثورة منذ اجتماع القاهرة وإعلان جبهة التحرير الإيرترية وتشكيل المجلس العالى عام 1960 ثم إعلان الكفاح المسلح بقيادة الشهيد عواته ورفاقه وبوادر الخلافات التي لم تخرج للعلن داخل المجلس العالى من جهة وبين رفاق عواته خاصة بين العسكريين الدفع الأولى من العسكريين الذين كانوا يحملون رتبا عسكرية متغاربة في الأرطة الشرقية عرب وبعدها في الجيش السوداني مرورا بتجربة المناطق العسكرية والوحدة الثلاثية والمؤتمرات العسكرية وأهمها مؤتمر أدوبحة وقطعا ستفضي الدراسة إلى أسباب الانقسام وما تلى ذلك من اقتتال بين قوى الثورة الإيرترية أن عدم وجود دراسات وبحوث وتقييمات حقيقية لتاريخ الثورة الإيرترية تزيد من مساحات المسكوت عنه ووضع مزيد من الخطوط الحمراء مما يؤدي لضياع الواقع الحقيقية للتاريخ لتحل محلها تاريخ الرسمي كتبه ويكتبه هؤلاء القادة لتتقاتل الأجيال حوله وليستمر إنتاج الأزمة وإن أخذت أشكالا جديدة في تحالفات المقاومة أو المعارضة بنسخها المتعددة وكنت شاهدا على جزء كبير منها بين عوام 1999 إلى 2012 ملاحظة أخرى جديرة بالاهتمام هنا وهي أن الكثير من التغيمات التي تقدم للمؤتمرات التنظيمية هي من إعداد كادر سياسي غالبا ما يستبعد الحيادي هو الصرامة البحثية لمصلحة الخطاب السياسي والتوجه الفكري والإديولوجي للتنظيم كما أنه لم يحدث عن طلبة المعارضة الإيرترية بمختلف نسخها من باحث أو مثقف إيرتري أن يقدم لها بحثا أو رؤية تعالج قضية ما لكي تسترشد بها في اتخاذ قراراتها وتسند بها رؤيتها لأن القيادي الإيرتري هو العارف بكل شيء وسياس أفرقي ليس استثناءا وهي رؤية تستمد مشروعيتها من الفكر الشمولي الحزب القائد وقيادته الرشيدة التي كانت سائدة طوال العقود الماضية من هنا يمكن أن نفسر إحجام المثقفين الإيرتريين وعدم مساهمتهم النظرية والفكرية طوال العقود الثلاثة الماضية لكون مساهمتهم مشروطة بضرورة الانتماء لحزب ما أو تنظيم أو العيش تحت كانف السياسي وعندما برزت شريحة المثقفين ونشاطاء منظمات المجتمع المدني في شكلها الجنيني حاولت بعض القوى السياسية الإيرترية سياسة الاحتواء والتتجين بينما لجعل بعض الآخر للعجلة وصناعة منظمة مدنية وذلك لحضور مؤتمر أواسة والذي عقد في الإغليم الجنوبي في إيثوبيا في ديسمبر من 2012 هذه الأسئلة والمحطات التي وقفت عليها بشكل سريع ومع غيرها من الأسباب شكلت وتشكل عبءا ثقيلا على كاهل المعارضة الإيرترية وتقعدها لذا يصعب إجراء الإصلاح المنشود ما لم تجري هذه التنظيمات التي صممت في مرحلة التحرر الوطني إلا بعد عمليات جراحية معقدة لا أخالها أنها تستطيع احتمالها على أقل تقدير في المدى المنظور وتحت سيطرة رجال حركة التحرر الوطني الذين يصرون عنهم في الطريق الصحيح علما بأنهم يقودون تنظيمات برامجها السياسية وأساليب عملها وخطابها السياسي ليس جاذبا حتى تستطيع خطب ود الشارع الإيرتري واستقطاب الأنصار حولها هذا ما وضح جليا في تجربة كل تنظيم منفردا وذات الأمر ينطبق وقع الحافر على الحافر على تجارب الاعتلافات المعارضة التي انفض عنها الناس سريعا وادونكم المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي ويمكن هنا أن نصل لخلاصة مفادة أن كل المحاولات للخروج من الوضع المعزوم سوف لا يكتب لها النجاح ما لم يخرج الجميع من إسر معضلات وعبء الصراء البينية الذي أخذ طابعا عنيفا في أكثر من منحنى والذي اتسمت به مرحلة تاريخ الحر الوطني وإلى رحابة الديمقراطية وقبول الرأي الآخر وكما قال أوسكار وايلد الواجب الوحيد المترتب علينا حيال التاريخ هو إعادة كتابته كان هذا مستمعات الكريمات ومستمعي الكرم المقال الذي كتبه الأستاذ جمال همد صاحب ومؤسس موقع عدوليسا الإخباري وجاء تحت عنوان الذكرى التاسعة والخمسين للثورة الإيرترية المجيدة في زمن التحولات العاصفة وقدمناه لكم في الجزء الأول من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث والمخصص لتناول الذكرى التاسعة والخمسين لانطلاقة شرارة الكفاح المسلحي في الفاتح من سبتمبر إذاعة إيرينا صوت مستقل لإيرتريا أما في الجزء الثاني مستمعات الكريمات ومستمعي الكرم تستمعون إلى مقال لفتح عثمان تحت عنوان خيانة الثورة سيغير العديد من الإيرتريين صور صفحاتهم الشخصية على الفيسبوك والواتساب والتويتر احتفالا بالأول من سبتمبر ذكرى الثورة الإيرترية وستكون الصورة البديلة السائدة لرجل على حصان يحمل بندقية في يده وعلم أزرق سماوي مع قصن زيتون في الخلفية الفارس في الصورة هو حامد إدريس عواتي أبو الثورة الإيرترية المكان الذي أطلقت فيه الرصاص الأولى في الكفاح المسلح هو جبل أدال ليصبح بعدها اسم عواتي وجبل أدال علامات وطنية لا يمكن فصلها عن شهر سبتمبر هذه إذاعة إيرين بما أن اليوم الأول من سبتمبر يحتفل به شعبيا بكل فخر يبدو أن رجلا واحدا فقط لديه ضغينة ضد ذلك اليوم إنه إسياس فورقي الرجل الذي يعتبر نفسه أب استغلال إيرترية لأنه يعاني من آلام وعقد أنه ليس والد كليهما أي والد الثورة الإيرترية واستغلال إيرترية في نفس الوقت فقد اعتاد على التعامل مع عيد سبتمبر بإهمال وإزدراء لأنه حرم من الحصول على الشرفين معا وبغض النظر عن الضغاين والعقد والآلام لا يتم الاحتفال بيوم الثورة بشكل حقيقي داخل إيرترية ببساطة لأن المثل والأحلام المتجسدة في روح الثورة مدفونة بعمق في التربة القاحلة لبلد يرزح تحت حكم دكتاتوري دموي يدير البلاد ضد كل التطلعات التي ناضلت من أجلها الثورة لإيرترية تاريخ طويل وغريب وعهود مظلمة من الاستبداد والقمع في السابق فأثناء الحكم الاستعماري الإيطالي ومنذ لحظة إعلان المستعمرة عام 1891 وحتى التخلي عنها رسميا عام 1947 عانى الإيرتريون من التمييز العنصري والقمع الصريح وتجنيد الإجباري وعندما هزمت إيطاليا في الحرب العالمية الثانية عهد بإيرتريا إلى بريطانيا من قبل القوى المنتصرة الأربعة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا والاتحاد السوفيتي السابق في انتظار قرار من الأمم المتحدة بشأن مصير المستعمرات الإيطالية في أفريقيا وفي أقل من عقد في عام 1946-1952 منح الإيرتريون الفرصة لمناقشة مستقبل بلادهم بعد سنوات من أخراص الأصوات المعارضة كان هذا هو الوقت الذي سادت فيه الانقسامات إذ انقسم الإيرتريون إلى معسكرين متعارضين للغاية معسكر الاستغلال والمعسكر الذي دعا إلى اتحاد غير مشروط مع إيثوبيا علاوة على ذلك كان البريطانيون يحاولون تقسيم المستعمرة بين السودان وإيثوبيا التي كانت تحت الحكم والنفوذ البريطاني إذاعة إيرينا صوت مستقل لإيرتريا لازلتم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تستمعون إلى مقال تحت عنوان خيانة ثورة وهو بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين للفاتح من سبتمبر المجهد استغلت إيثوبيا المعسكر المؤيد للاتحاد ودعمته بكل مواردها واستخدمت الترهيب والإرهاب بطواطو بريطاني ضمنه ضد دعاة الاستغلال جزء كبير من ذلك صار تاريخا مع ذلك فقد أدى الصراع السياسي والدبلوماسي إلى الرضا بخطة الاتحاد الفيدرالي الدبلوماسية بين إيرتريا وإيثوبيا في عام 1952 كان هدف الاتحاد هو يغنى عن معسكر المؤيد للإستغلال بأن هذه الصيغة هي أفضل ما يمكن الحصول عليه كما تم قبولها داخل معسكر الوحدويين كخطوة مناسبة نحو الوحدة التي طال انتظارها بين إيرتريا وإيثوبيا في حين كانت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مقتنعين بأن التسوية ستمنح المنطقة والعالم السلام المنشود كان ذلك أبعد ما يكون عن الحقيقة وبناء على ذلك كافأت إيثوبيا الولايات المتحدة القوى العظمى الناشئة بمركز تجسس في إيرتريا بعد أن صمم الحليفة العظيم الاتحاد الفيدرالي وفرضه على الأمم المتحدة بعد عشر سنوات ألقت إيثوبيا الاتحاد وعلنت إيرتريا المقاطعة الرابعة عشر فيها وأغلقت الأمم المتحدة الملف وقدمت الولايات المتحدة دعما ثابتا لإيثوبيا كانت فوهة البندقية هي الملاذة الوحيدة المتبقي للشعب الإيرتريا بعد تحطم أمال الاستغلال تحت أقدام هؤلاء العداء الضخم وشهد عام 1958 أكبر إضراب عمالي في البلاد وولادة حركة التحرير الإيرتريا وأصبحت طريق مماهدا لقيام الثورة مع انطلاقة الثورة الإيرتريا بدأت فترة استثنائية من التاريخ الإيرتريا لقد كان تاريخا من النضال الباسل والتضحيات العزيزة ورحلة على درب الدم عدت إلى الاستقلال التام للبلاد بعد ثلاثين عاما قاسيا قدم الإيرتريون لأفريقيا والعالم فيها نموذجا لأطول وأشجاع كفاحة كيف انتهت كل هذه التضحيات والبطولات تحت حذاء ديكتاتور لا يرحم هو أمر يصعب على الإيرتريين فهمه في الذكرى التاسعة والخمسين للثورة تجد الإيرتريين كما هو الحال دائما منقسمين بين مؤيدين بقوى للديكتاتور في جانب وأولئك الذين يحاربون بأسنانهم وظافرهم ضد الظلم وبين الاثنين توجد الغالبية الصامتة داخل أكبر سجن أفريقي يسمى إيرتريا إذا استمر هذا الوضع حتى سبتمبر من العام المقبل سنصل إلى ستين عاما من المعاناة والجحيم كان هذا مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام مقالا تحت عنوان خيان الثورة وتمت كتابته أساسا باللغة الإنجليزية وترجمته صحيفة السياسي السوداني ونشرته على موقعها تحت عنوان خيان الثورة بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لانطلاقة شرارة الكفاح المسلح لإيرتريا المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام أهلا وأسعلا بكم مجددا وقبل ختام فقرات برنامجنا أقدم لكم موجزا لهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم الجيبوتي تعلن عن عزمها إنشاء منطقة صناعية حرة بقيمة 4 مليارات دولار أعلن الرئيس الجيبوتي اسمعي العمر قلي عزم بلادي إنشاء منطقة صناعية وتجارية حرة في ميناء دامر جوكا جاء إعلان الرئيس الجيبوتي يوم أول من أمس أثناء احتفال تدشين المنطقة الصناعية وبحضور مسؤولين كبار في الدولة وعضاء سلك الدبلوماسي المؤتمدين في البلاد ومن المتوقع أن يشتمل المشروع على مصنانع لإنتاج الأسمنت والحديد والبلاستيك ومصانع لتعليب الأسماك بالإضافة إلى خدمات اجتماعية تضم فنادقة ومكاتب وأماكن ترفيه وتقدر القيمة الإجمالية للمشروع بـ 4 مليارات دولار اتفاق بين رئيس الوزراء السوداني وعبدالعزيز الحلو على استمرار التفاوض ذكرت وكالة السودان للأنباء بأن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك التقى يوم الجمعة الماضي في أديس أبب عبدالعزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية الشمال واتفق معه على مواصلة التفاوض بين الجانبين عبر منبر جوبا والإشادة بدور الشركاء الإقليميين والدوليين في إنجاح المفاوضات أخيرا تصريحات إيثوبية بشأن عادة مهاجرين إيثوبين إلى بلادهم من السعودية نقلت البي بي سي في خبر لها من أديس أبب بأن وزارة الخارجية الإيثوبية أعلنت أنها سوف تبدأ في عادة نحو ألفين مهاجر تقطعت بهم السبل في السعودية ابتداء من الأسبوع المقبل كان هذا مستمعات الكريمات ومستمع الكرام موجزا لهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا قبل الختام ذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الألكتروني arabicarena.com حتى الملتقى بكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج تعليق على الحدث والبرامج الأخرى لإذاعة إيرانا لكم تحيات محدثكم فتحي عثمان وتحيات زملائي في السوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس ودمتم في رعاية الله وحظه وأمانه هذه إذاعة الرئيسية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر